لن يشارك بهر المحمدي قلب دفاع الإسماعيلي في لقاء فريق معابرة مز الموجل من اسبوع الرابع والعشرين للدور الممتاز والمحدد موعده السلساء المقبل باستاذ الدفاع الجو بالقاهرة بسبب الحصول على الانظار التارت ويعكف مدرب وحمزة جمل اعداد البديل له والمرشح زميليه عماد حمدي او محمد ناصر حرص محمد الشامي الجناح الايصر الاسماعيلي استحاب ناجله الصغير يازن ثلاثة اعوام امس لكي يلتقط الصور التذكرية مع زملاه اللعبين الذين احتفلوا به ورفعوه على الاعناق في لفتة تركت انطباح حميد لدى والده الذي وعدهم قريبا اعداد عقيقة لمولوده الحديث الثاني يامن حرص مسؤول اسماعيلي على حياء الزكرى الرابعة والعشرين لرحيل عثمان احمد عثمان رئيس قلعة الدرويش الاسبك التي شهدت في عهده حصد اول بطولة للدوري الممتاز موسم ستة وستين سبعة وستين فضلا عن احرص بطولة افريقيا لاندي ابطال الدوري وتوفى عثمان احمد عثمان في تلاتين ابريل الف تسعمية تسعة وتسعين ودفن بمقابر اصرته بالاسماعيلية في اليوم التالي نفى طرق ابوليل المدير الدار الاسماعيلي الشاعات التي تم تدولها عقب هزيمة الاسماعيلي من المصري بهدفين نظيفين لافتن النظر ان بطولة الرابطة تنشيطية وليست رسمية الغرض منها الوقوف على قدرات وامكنات اللعبين داخل المستطيل اخضر ومدى جهزتهم لموجاتهم الرسمية المقبلة بكاس مصر والدوري الممتاز لا زال صالح جمعة صنع العاب الاسماعيلي بعيدا عن الفورمة وظهر ذلك في اخر لقاء للفريق امام مصري في بطولة كاس الرابطة التنشيطية لم يقدم اي مردود ايجابي عقب مشاركته خلال احداث شوطها التانية الذي انتهى بفوز ابنها برسعيد بهدفين نظيفين جمعة تخلف عن مران الامس بدون اذن وتم خصم 20 الف جنيه من مستحقات ترجمة نانسي قنقر